اهلا بكم من جديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويشارك في منافسات النسخة الثانية من المسابقة العالمية 11 شركة من أفضل الشركات الناشئة في المرحلة التأسيسية من دول الخليج العربي من بينها 6 شركات بحرينية طبعاً الوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أدركت من فترة طويلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والستارتابس هم يشكلون حجر مهم وأساس في الاقتصاد فبالتالي تقدم كل الدعم لهذه الشريحة من الأعمال طبعاً مؤخراً الوزارة وضعت تشريعات جديدة وخلقت نشاط جديد للمسرعات والحاضنات لدعم المبتدئين والرواد الأعمال أهمية سيد ستارت وزولد هو الـ Access to Finance حق بعض الـ Innovative Products بخصوص التطبيقات والتكنولوجي بشكل عام الوزارة قامت مؤخراً في مارش 2017 بإطلاق نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال وهو يهدف إلى تنظيم رعاية رواد الأعمال والأفكار الجديدة والمتميزة والمبتكرة أكد خبراء في شركة كي بي أم جي أن صعوبة إدارة ضريبة القيمة المضافة عبر سلسلة التوريد تؤكد الحاجة إلى توفر عمليات وأجراءة تلقائية مدعومة تقنياً لتوفير إطار عمل لإدارة شون ضريبة القيمة المضافة ومرقبتها جاء ذلك في ندوة تثقيفية نظمتها الشركة في كابيتل كلاب حول تداعيات تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة المنتقى بإطلاقها في المملكة بحلول العام المقبل 2018 وقد شدد الخبراء خلال الندوة على أن توفر حل تقني مصمم وفق احتياجات الشركة ومعطياتها يعتبر الإجراء الأمثل المحافظة على حسن سير العمل عبر التوظيف الأنسب للموارد وتقليص فراص الخطأ وتسهيل رفع التقارير الخاصة بضريبة القيمة المضافة في الإطار الزمني المناسب طبعاً نحن معرفين كل جول الخليح في أور أطمئ ضريبة القيمة المضافة في 2018 فاليوم نتحدث عن أهمية المقثال الضريبة والإكنولوجيا التي تضع على الأنظمة الحاسوب والأنظمة المالية على الشركات التي تضع المقثال بأفضل طريقة ممكن والله كثير من عملائنا يعني عجلوا أول مرحلة التي هي أحليل مجد أثير الضريبة على الشركة نفسها ومجدوا في ناحية أطمئ الأغيرات في الأنظمة سواء في المسألات أو في العقوق أو في الأنظمة الحاسوب أو حتى في المئثال الضريبي ولن نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة نوصل النشر الاقتصادية ومشاهدين مع أداء البورصات الخليجية لبدأ تعاقدات هذا الأسبوع وكما نلاحظ على شاشة أغلقت معظم البورصات الخليجية في المنطقة الخضراء نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بارتفاع نسبة 0.42% عند مستوى 6.926 نقطة وجاء على رأس الارتفاع مؤشر قطاعي الخدمات المالية وأيضا البنوك ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أغلق على انخفاض بنسبة 0.18% عند مستوى 4.445 نقطة بسبب تراجع أسهم قطاعي الطاقة والاتصالات فيما سجل سوق دبي للأوراق المالية ارتفاع 0.09% عند مستوى 3.647 نقطة ويعود سبب الصعود لارتفاع مؤشر قطاع العقارة والانشاءات الهندسية أما بنسبة إلى سوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق على ارتفاع أيضا بنسبة قارب 20 نقطة مئوية عند مستوى 5.056 نقطة مدعوما بقوة التداول على أسهم القطاع المالي أما بنسبة إلى بورصة المحلية المشاهدين فقد أغلق على ارتفاع بنسبة 0.09% عند مستوى 1.316 نقطة وذلك عاد لارتفاع مؤشر قطاع البنوكة الجارية وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.487.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوز 3.81.000 دينار تم تنفيذها من خلال 73 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوكة التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 80% من القيمة الإجمالية للأسهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر